اشتركوا في القناة بما قيمته 19.5 والحاصل على ثالث اعلى معدل وطني 19.35 طبيعة الحال انا فاش تلقيت الخبر تلقيته وحسيت بواحد الفرحة عارية ما ما كتتوصفش يعني مهما عبرت بالكلمات ما غديش نوصف باش حسيس به وفلسيتاشون قاع صحابي وصحاباتي تعاوني العام كامل والحمد لله وصنر واحد النتيجة مرضية واللي كانوا كتمن هولنا والدينا والحمد لله لهو صراحة هاد النقطة بخي بغيتلي هالعام كامل ومشيس على اساس انني غدي نجيب دي زنف يعني دخلت الوطني ما خليت حتى شي درست شي فقرة يعني ما ما حفظتها ما راجعتها يعني راجعت كل شي والحمد لله النتيجة كانت جيدة جدا طبيعة الحال الأباء بحالك يديوزهم عالتالي مع أب أولادهم الاستخيس الفياق الصهير والتباع معه في الضروس محتاج مراجعة كديرهم يعني كتباع معه ما سبعتش معه ما يمكنش يوصل هذا المستوى اللي وصلت لي تبارك الله ما هو البنتنا اللي يمكن توصله بدون الدعم دي لباغون دياله الأب والأم شعور لا يوصف بالصراحة لا يوصف لأن ما شاء الله رأي ديما ما شاء الله ديما مكافحة ومناضلة مجتهدة من الدباع ديالها كنتي عارفة بأننا قدي توصل بهذه القمة ويبيانسي ويبيانسي ديما קندعموهم لأب ديالهم ديما كندعموهم وبغايني وصلوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلا كتب لنا شي عمرة يوصلون إن شاء الله الأعلى مراتب إن شاء الله وهذا ماشي غير إحساس ديالي مل إحساس ديالي باروجوبونس كله مستوى ديال التعليم ديالنا بغافو 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 يعني الأطور كلهم ديال المؤسسات كلهم ما شاء الله كيخدموا معاهم كيخدموا معاهم كنشكرهم من هذا المينبر كيخدموا معاهم بواحد سيغيوزمو واحد نيضال ما شاء الله اليوم كنشكرهم واحد بواحد واحد بواحد سيغيوزمو المؤسسات ديال السابين اللي قرأت فيهم الحمد لله نوال أصلا كنا متوقعينها بأنها غدي تجيب أعلى معدل على حسب اللي بخيبارات اللي تدير لأنها كافحات من أول سنة وهي كتكافح وديرا واحد لوبجي ديالها اللي غدي تصلي ومصر بأنها غدي تصلي الحمد لله عونناها ووالأمي باران أصي عونوها بزاف بزاف وكافحنا بزاف من أجلها سيغطوا بابا وماما